لا لا يا حبيبي متأكد متأكد أنا بس مش سامعة كويس عشان الدوشة هنا الناس بتحتفل والدنيا مقلوبة لا شفت القرار بعيني وقريته بنفسي ألف 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 مبروك حلمك اتحقق أخيرا أيوة أيوة رسميا إنشاء الجهاز المركزي لتصميم نهايات المسلسلات في مصر لاحظة هيوان كل اللي أنا مخبيه وأخسر كل حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والعمل اللي حنتكلم عنه النهاردة هو مسلسل الليلة واللي فيها مسلسل مصري اتعرض على منصة شاهد بيتكون من 6 حلقات أحداثه بتدور في إطار من الدراما والجريمة والإثارة والشد العصبي وبتحكي عن المهندسة راشا اللي بتعيش حياة تبدو ناجحة عمليا وسعيدة أسريا مع زوجها وولادها اللي اتنين ولكن حياة راشا لا تخلو من المنغصات أسرار قديمة فاضحة رغبات جنسية جامحة رائحة خيانة فائحة علاقات عائلية جارحة فرص لللايقات والاشتراكات سانحة ملابس قصيرة شاء يعني ما علينا والمنغصات دي كلها بتنفجر في وشها في ليلة واحدة مجنونة فيا ترى ايه اللي حيحصل أنا كنت متابع جيد جدا لمسلسل الليلة واللي فيها لغاية حلقة الخميس الماضي اللي انتهى معها المسلسل وأنا ما خدتش خبر مش لأن النهاية نفسها فيها حاجة آه طبعا هي نهاية غامضة إلى حد ما بس صالحة جدا لإنهاء الأحداث مشكلتي إن ما حدش قال إن دي الحلقة الأخيرة لا تقال قبلها إنها آخر حلقة في المسلسل ولا بعد ما انتهت قالوا إلى اللقاء في أي حاجة قادمة اتطارينا نطلع نتقص على الانترنت والسوشال ميديا عشان نتأكد إن المسلسل كده خلص ولكن وصولا لخط النهاية الغامض ده أنا استمتعت جدا بتجربتي مع المسلسل من أقل المسلسلات اللي ممكن تحضرني في تاريخ الدراما المصرية اللي استخدمت زمانها بشكل مناسب ست حلقات ما فيهم شريحة التطويل أجواء معينة ومختلفة نسبيا مخيمة على كل حلقة يقع مناسب جدا ومتفاوت ساعات بنبطأ عشان نتأمل ساعات بنبطأ عشان نحرق أعصاب المشاهد ساعات بنجري عشان نعلي من الإثارة ساعات بنجري أكتر علشان نعلي من إحساس الجنون المسيطر على الأحداث دي كلها حاجات رائعة وما بنشوفهاش كتير ولكنها مش الصفات الأساسية اللي بتميز المسلسل مسلسلنا جريء جدا وبالتحديد في شق الرغبات الجنسية لبطلتنا أسبابها طريق تطورها كيفية اكتشافنا ليها ما ترتب عليها من أحداث ما دفعها لتصدر اهتمام الشخصيات المحيطة ما ترتب عليها من تعئدات في الأحداث ودي جولة تانية من الجرأة بتكتاح أحداث المسلسل وأكتر حاجة عجبتني أن التناول كله تم بشكل ناضج آه إحنا أمام مشاهد كتير جريئة جدا ولكنها ما بتخطبش حاجة عند المشاهد هي مجرد محركات مهمة جدا للأحداث والغرض الرئيسي منها هو رسم الصورة المعقدة اللي أمامنا صورة معقدة بشكل ملموس بعيدا عن التعئدات النفسية حاجات حصلت مجنونة بكل تأكيد ولكنها مش بعيد قوي عن المنطق رغبات وفرص بتحرك شخصيات تواجد للشخصيات الغير مناسبة في الأماكن الغير مناسبة في التوقيتات الغير مناسبة ولعبة عربيات متصدمة من أول لحظة لآخر لحظة المصادفات التعيسة بتلعب فيها دور مهم جدا ولكن ما فيهاش حاجة أقدر أقول إنها كانت ملأمة أكتر من اللازم أو مزروعة بالعافية علشان تخلق تحول معين وده شيء رائع وغير معتاد ولكن المسلسل برضو بيقدم لنا اللي أحسن منه شخصياتنا المتحركة اللي عملة تتصدم دي مش موجودة في ساحة فاضية موجودة في ساحة مليانة حاجات ومسلسل الليلة واللي فيها من أكثر الأعمال المصرية اللي شفتها بتحترم دراما الحاجات شقة رشا اللي بتدور فيها أغلب الأحداث الجغرافيا بتاعتها مهمة جدا الموبايلات اللي مع كل شخصية مهمة جدا الملابس مهمة جدا الشنطة اللي فيه شخصية معينة شايلها الأكل الشرب كوباية الشاي أشياء جامدة ولكن بتلعب معنا دور مهم جدا والمسلسل رائع في عملية تتبعها كل حاجة منهم دلوقتي فين تم استخدامها إزاي فبناء عليه دلوقتي بقت فين وده بيترطب عليه إيه هنا بتلاقي نفسك كمشاهد بتحترم قوي مخرج العمل حتى لو ملوش بصمات فريدة قوي في اللي بيحصل تحس إنه محترمك بيقدم لك دفعات كبيرة من الأحداث والتحولات ومهتم جدا بإنه يقنعك بيها مش كل حلقات مسلسل الليلة واللي فيها في نفس مستوى الجودة ودي جملة عادية جدا على فكرة ماهو طبيعي إن ما فيش أي مسلسل في الدنيا حلقاته كلها في نفس مستوى الجودة اللي مهم قوي نوضحه هل ده معناه إن فيه حلقات كويسة وحلقات وحشة ولا فيه حلقات رائعة وحلقات كويسة أنا شايف إن المسلسل كان فيه حلقات رائعة وكان فيه حلقات كويسة الحلقات الرائعة بكل تأكيد هي الحلقات الأربعة الأولى وبالتحديد الحلقة الرابعة والسبب بسيط جدا وهو إن فيها أفضل أداء تمثيلي في المسلسل كله حلقة نقدر نقول إنها من بطولة علاء مرسي اللي تعرفنا عليه في بداية الأحداث بشكل وبعد كده طل علينا في الحلقة دي بشكل مغير شوية وتكسيده متناسب جدا مع التاريخ اللي تم تقديمه ومع الظرف اللي هو موجود فيه عكس وشوش كتير وعكس انفعالات كتير تحكم في عدد معقول من التحولات المجنونة ولكنه بتكسيده أقنعنا إنها التصرفات المنطقية للشخصية دي الحلقات من واحد لتلاتة كانوا ممتازين ولكن مش بفضل أداء تمثيلي معين البطل في الحلقات التلاتة الأولى كان كيفية رسم اللعبية اللي احنا عايشين معاها الحلقة الخامسة والحلقة السادسة كانوا أقل ولكن مش بسبب مشاكل موجودة فيهم هم بس نطاق أحداثهم ما كانش واسعة قوي عدد الشخصيات اللي ظهروا فيهم ما كانش كبير كان فيهم شوية تحديات جسدية مش قادر أقول إنها أفضل حاجة في المسلسل وبرضو كان فيهم شوية أداءات تمثيلية مش أحسن حاجة في الدنيا حتى دراما الأشياء اللي كنت بتكلم عليها دي تراجعت شوية في الحلقة الخامسة والسادسة الأداء التمثيلي الأفضل في المسلسل في رأي الشخصي صاحبه هو علاء مرسي ده موضوع أنا تكلمت عنه بالفعل تاني أفضل أداء هو بكل تأكيد أداء زينة هي بطلة الأحداث وهي اللي مخليانا مش قادرين نقرر إحنا نفسنا يحصل لها إيه بالضبط لأنها بكل تأكيد مش شخصية محببة حتى وأنا بحاول أوصفها مقدرتش أقول هي شريرة ولا طيبة بتقدم للمشاهد أسباب كتير تخليها تعاطف معها وأسباب تانية كتير تخليه يكرهها كل مرة بتتغلب على موقف ما بتبقاش عارف عاوز تشجعها ولا لا وفي كل مرة بتقع في مأزق ما بتبقاش عارف أنت عاوزها تتعاقب ولا لا ده تصميم شخصية مستحيل ينجح من غير أداء على أعلى مستوى والغريب إن ده كله متناسب جدا مع انطباع المشاهدين عن زينة نفسها لذلك ففيه فضل كبير قوي في نجاح الشخصية يرجع لقرار الاستعانة بزينة بالتحديد محمد شهين عامل أداء ممتاز سماح أنور عاملة أداء ممتاز جدا وبتصنف نفسها في نوعية أدوار ما ظنش أني شفتها فيها قبل كده وطبيعة الطاقة بتاعت أدائها هتمثل إضافة مهمة جدا للنوعية دي من الأدوار وطبعا ما ينفعش أعمل حلقة زي دي وأتخيل أني حقدر أهرب من السؤال هو أبي يوسف ممثل كويس ولا لأ أتمنى أكون بقول اسمه صح بصوا لو في حاجة نكحة في شخصية حاتم اللي جسدها أبي يوسف فهي في اختياره هو للدور لأنه أضاف حالة من الترقب حوالين المسلسل ناس كتير اتفرجت على المسلسل عشان مهتمة تشوف هو هيعمل إيه في الدور بتاعه رابر مهم وليه قاعدة جماهيرية محترمة ناس كتير دخلت بأحكام مسبقة أنه بكل تأكيد قدم دور جيد جدا من قبل ما نشوف أي حلقة وناس كتير دخلت بأحكام مسبقة برضو أنه بكل تأكيد مستحيل يكون ممثل كويس لذلك لحد هنا وأنا شايف أن المسلسل نجح وأضاف لنفسه طبقات اهتمام بعيدا عن مدى جودته أصلا لحد هنا تمام بس أبعد من هنا المنطق لازم ينتصر في مشاهد كتير حسيت فيها أن أبي يوسف مش معانا شكله طبيعته مناسبين للشخصية أكيد بس الشخصية عندها تحديات بجد وكل ما كانت أصعب كل ما هو كان بيعاني في مشاهد كتير ما حسناش فيها بمشاكل ويمكن تكون استفادت من ملأمة طبيعته لطبيعة الشخصية اللي بيجسدها فهل لو أنا اللي اخترته للدور المفروض أفخر بنتيجة اختياري؟ الصراحة آه عشان درجة الجماهيرية اللي أضافها للمسلسل وعشان ما عندوش كوارث كبيرة في الأداء بس لو أنا ممثل شاب وشايف أن أنا عندي إمكانيات وبشوف حد بيتم اختياره لدور زي ده عشان يقدم الأداء ده للأسباب دي المفروض أكون حاسس بإيه مسلسل الليلة واللي فيها مسلسل جيد جدا وأنصح جدا بمشاهدته مع احترام الفئة العمرية فيه أفكار وتسلسلات ومشاهد كتير جريئة جدا وممكن تكون مستفزة كمان ولكنه استفزاز إيجابي لأغراض المسلسل لأغراض تصدير الإثارة والشد العصبي إحنا أمام رحلة قصيرة ولكنها مجنونة وضروري جدا تكون غير مريحة للمشاهد أداءات تمثيلية جيدة جدا واختيارات موفقة إلى أبعد الحدود حلقات النهاية جيدة ولكنها مش على مستوى ما تم بناءه في البداية وأسلوب إصدال السطار على الأحداث أصلا لحد اللحظة دي مش مريحني قديني جاية هو وعمل مراجعة وبدي تقييم ومش بعيد يوم الخميس أفتح شاهد ألاقي حلقة جديدة تقييمي لمسلسل الليلة واللي فيها هو 8 من 10 موضوع كونه 6 حلقات ده أصلا فيه درجتين كده مناقشة الحلقة إيه هي الأعمال اللي تحضركم اللي كان فيها اختيارات تمثيلية تظنوا إن أغراضها الرئيسية كانت تجارية ولكنها قدمت أفضل من اللي كان متوقع منها ياريت تسهموا برأيكم في الكومنز ألف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي